رح نبدأ ان شاء الله في موضوع الكونديشنال وبروبابيليتي اللي هو الاحتمال الشرطي ورح نستخدم الجدول اللي تكلمنا عنه في محاضرة المارجنال وشرحته لكم بالتفصيل طيب تذكرون الجدول هذا كان يتكلم عن الحيوانات الاليفة اللي يفضلها مجموعة من الرجال والنساء وكان فضاء العينة عندنا 22 يعني سألنا 22 رجل وامرأة 12 منهم رجال و10 منهم نساء وكانت الحيوانات الاليفة اللي سألناهم عنها هي الكاتس والفش والدوكس طيب الان تخيلوا اني انا اخترت عشوائيا والاختيار حقي وقع على امرأة ومن هذه الامرأة انا ما اعرف ايش تفضل الى الان طيب انا ما اعرف ممكن تفضل الكاتس ممكن تفضل الفش ممكن تفضل الدوكس فانا ما اعرف الا اني اخترت امرأة فقط يعني في حدث وقع الان اللي هو اختيار امرأة طيب الان السؤال ما احتمال ان هذه الامرأة اوكي حيوانها الاليف المفضل لديها هو الكاتس لو كان كذا السؤال ما احتمال ان الحيوان الاليف لهذه الامرأة اللي انا اخترتها يكون الكاتس اوكي اوكي اذا هذا هو السؤال يعني احنا بس مركزين على مين على النساء لان الامرأة هي اللي اطلعت لي يوم اخترت عشوائي طيب فمن بين هذول العشر نساء كم عدد اللي يفضلون الكاتس هذا هو السؤال طيب اذا فضاء العينة رح يكون هو مين فضاء العينة دائما يكون وين يكون في المقام صح ولا لا تحت هنا طيب انا الحين بجيب احتمال انها كاتس علما بان الشخص اللي وقع هو امرأة طيب ففضاء العينة رح يكون هو عدد النساء كلهم كم عدد النساء عشرة ليش ما اخذنا 22 الامرأة احنا من بدأنا دراستنا للاحتمال وحنا نستخدم الامرأة كمقام ليش توا يتغير توا يتغير لان فيه شيء وقع قبض لهو حدوث انه اخترت امرأة فهمتوا ففيه شيء اختلف بالموضوع طيب فبما انها امرأة معناها بتكون واحدة من هذول العشرة اوكي فاذا فضاء العينة تحول صار عشر نساء فقط يعني كان 22 وتقلص صار بس عشرة اوكي صار عليه قيود احنا بس نبغى النساء شرط انها لازم تكون امرأة ما نبغى الرجال فعشان كده نسميه الاحتمال الشرطي لانه تقلص ايش قلص الفضاء العينة وحط عليها شروط بس النساء اوكي طيب الان خلاص عرفنا الحين المقام جبنا فضاء العينة اللي هو كل النساء السؤال الحين او مين اللي راح يكون في البس اللي هو النساء التي يفضلنا القطط طيب كم عدد النساء اللي يفضلون القطط طبعا احنا شرحنا الجدول قبل فاكيد انكم عارفين كيف نطلع النساء اللي يفضلون القطط هذا صف النساء اللي يفضلون القطط هذا هو العمود هذا فهذا النساء وهذا الكاتس إذن نقطة التقاطع هي عند الخمسة هذا هو التقاطع شفتوا فإذن الخمسة هي عدد النساء اللي يفضلون الكاتس فبالتالي هو اللي نضعه في البص وبكذا أنا حسبت الاحتمال الشرطي ويطلع نص أوكي عرفتوا إيش معنى احتمال شرطي لازم يكون فيه حدث حصل قبل أوكي وبعدين نحسب احتمال الحدث الثاني أوكي طيب فالآن خلونا بس نطلع القانون أنا أعطيتكم النتيجة دايركت بس ما طلعنا أش هو القانون له قانون الكنديشنال البروبابيليتي طيب أش هو القانون خلونا نستنتجه أنا وياكم الخمسة هذي مين هي عدد النساء اللي يحبون الكاتس صح؟ ودائما هذا المربع بما أنه في المربعات الداخلية هذه نسميها جوينت وليس في الحدود أوكي تكون تقاطع طيب فإذن هذه عبارة عن تقاطع الومن مع الكاتس الومن برمز لها بـ W والكاتس برمز لها بـ C فإذن الومن مع الكاتس أوكي هذا هو خمسة فإذن هذا هو عدد N يعني عدد نمبر نمبر of women and cats فإذن البسط هو عبارة عن إيش number of women and cats أوكي نحط رمز التقاطع cats طيب والمقام المقام هو عبارة عن العشرة العشرة تمثل مين؟ العشرة تمثل عدد النساء number of women أوكي فإذن هذا هو المقام number of women طيب وإيش هو رمز الاحتمال الشرطي؟ خلونا نكتبه في البداية هنا رمز الاحتمال الشرطي يكون بالشكل هذا P women أوكي لا عفوا cats أنا حسبة احتمال الكات cats علما بأن هذا الخط معناته علما بأن الومن قد وقع يعني أنا اخترت امرأة ما احتمال أن هذه الامرأة تفضل الكات فهمتوا يعني حدثين وقعوا طيب فكذا احنا نحسب الcondition probability في هذا القانون احنا استخدمنا عدد العناصر اللي موجودة في كل events طيب في قانون ثاني ما يستخدم عدد العناصر يستخدم probability فإذا في قانون اخر يقول ان احتمال اللي هو الكاتس علما بأن الومن وقع يساوي ايش يساوي اللي هو خلونا نكتبه مع بعض احتمال شوفوا نفس هذه الجملة بس نحط بدل كلمة NP احتمال الومن تقاطع الكاتس على احتمال الومن سهل جدا هذه تستخدم عدد العناصر هذا تستخدم الاحتمال ترى كلهم نفس المعنى وممكن انا افسر لكم ان هذا القانون ممكن احوله ويطلع هذا القانون يعني القانون حق العدد العناصر اللي هو هذا مشتق بين القانون حق الاحتمال طيب تبني اوريكم كيف خلونا اوريكم عشان يكون كلامي منطقي فالان احنا عارفين ايش يعني احتمال W تقاطع C وش معناتها هي عدد عناصر هذا الـ event اللي هي W تقاطع C الكات على عدد عناصر الأوميغا صح ولا لا واحتمال اللي بالمقام اللي هو PW يساوي عدد عناصر الـ W نفسها الـ event على الأوميغا عدد عناصر الأوميغا طيب خلونا نعوض قيم الاحتمالات في هذا القانون وش بيطلع معنا يلا نعوض اول شي البسط اوكي شنحط بدالة نحط N W تقاطع C على N أوميغا اش هذه الأوميغا طيب على هذا البسط المقام مشه NW على N أوميغا طيب فيه قاعدة طبعا برياضيات انه هذا دائما يروح مع هذا فش رح يطلع معنا عدد عناصر التقاطع على عدد عناصر الـ W فهمتوا فإذا شوفوا طلع نفس القانون حقنا لفوق فهم نفس بعض أوكي بس هذا باستخدام الاحتمال وهذا باستخدام عدد العناصر وبما أن الجدول اللي عندي هنا هو عدد عناصر ما عندي احتمال فأنا مباشرة رح أستخدم عدد العناصر يعني بستخدم هذا القانون الآن طيب الحب أعطيكم مجموعة من الأمثلة بنجيب أنا وياكم مجموعة من الاحتمالات الشرطية على هذا الجدول أوكي عشان بس تفهمون المعنى وكيف نحسب الـ Conditional Probability الآن بعلمكم كيف نطبق القانون رح أستخدم القانون هذا علما بأن الـ Conditional Probability لها قانونين هذا وهذاك بس أنا باستخدم هذا القانون لأن الجدول فيه عدد عناصر المجموعة وليس فيه الاحتمالات أوكي طيب فخلونا نبدأ بحساب أول Conditional Probability طيب اللي هو مين اللي هو هذا يقولي احتمال D علما بأن M وقعت مين دي أنا سميتهم بأحرف صغيرة عشان يسهل علي بدل ما أكتب الكلمة كاملة أكتب بس أول حرف منها طيب ايش هو احتمال دي علما بأن M وقعت اللي هو انه أنا طلع لي M اللي هو رجل أوكي والسؤال ما احتمال ان الرجل يفضل الـ Dog دي هي الـ Dog أوكي فأنا بطبق القانون على طول ايش رح نسوي عدد الـ B عدد اللي هنا هذا القانون يقول يصير في المقام فإذا عدد عناصر المجموعة اللي هنا نحطه في المقام عدد عناصر الـ M وفي البسط عدد عناصر مين تقاطعهم تقاطع الـ 2 مع بعض A و B فنكتب عدد عناصر الـ D تقاطع الـ M طيب خلونا نعوض عدد عناصر الـ D مع الـ M تقاطعهم طبعا التقاطعات من وين نجيبها زي ما قلت لكم قبل من جوة من هذا المكان طيب تقاطع الـ D مع الـ M اللي هو الرجل ويحب الـ Dogs أوكي هذا هو الرجل هذا هو الخط هذا هو الصف وين الـ Dogs هنا إذن هذا الرقم يمثل عدد الرجال اللي يفضلون الـ Dogs فإذن نكتبه فوق في البست في المقام عدد الرجال فقط من غير إيش من غير تقاطع فمعناها القيمة رح ناخذها من وين من الحدود يا هنا أو هنا اللي تحت هنا حق الأعمدة خاص في الحيوانات الأليفة فما لنا ندخل فيها لكن العمود هنا هذا عدد الرجال وهذا عدد النساء أنا أبغى مين عدد الرجال فإذا نكتب 6 على 12 طيب بعدين بسطها تصير 1 على كم على 6 طيب إذن سدس هذا هو الاحتمال اللي ممكن يكون الرجل يفضل الدقس طيب الآن تعالوا ونشوف أوه لحظة أنا حاسة أن في شيء غطأ لا هنا نص أوكي هنا لما نقسمها على 6 وهذا على 6 بتطلع ايه 1 على 2 فإذا نص الرجال أوكي يفضلون الدقس طيب فإذا بتصير إيش 0.5 يعني احتمال كبير أن هذا الرجل يفضل الدقس أوكي بس مو كبير بالنص نص يعني ما أقدر أقول قليل ولا أقدر أقول كثير بالنص طيب خنشوف الآن الاحتمال اللي بعده يقول احتمال إن احتمال إن الشخص يكون امرأة علما بأن هذا الشخص يفضل الفش يعني أنا اخترت شخص هذا الشخص طلع عندي يفضل الفش اللي هو السمك بس أنا ما أعرف وش جنس هذا الشخص هل هو ذكر أو أنت يعني رجل أو امرأة أوكي فكيف أجيب احتمال إن هذا الشخص يكون امرأة شو نسوي زي ما قلنا نحط في المقام عدد العناصر اللي باليمين شفتوا هذا اللي باليمين هو اللي بيكون بالمقام عدد عناصر طيب فنكتب عدد عناصر الف وفي البس نكتب عدد عناصر تقاطعهم أوكي لهو تقاطع الف طيب بعدين كيف أجيب القيم نروح والإف هذه الدبليو اللي هي النساء وهذه الإف أوكي فإذن هذا هو الصف نروح عند الفش رقمها ثلاثة سجل ثلاثة وبالمقام عدد عناصر الرجال والنساء معا اللي يفضلون الفش وين بنجيبها بما أنه بس في عندي فش بتصير بالحدود وليس داخل أوكي وين الفش اللي هي هنا سبعة فإذا بنحط سبعة في المقام أوكي فإذن هذا هو احتمال اللي يفضل الفش يكون امرأة الآن أبي أحسب الاحتمال الشرطي بس بستخدم القانون هذا أوكي طيب القانون هذا الشي يقول يقول احتمال التقاطع أوكي تقاطع الثنين مع بعض اللي هو M تقاطع D على احتمال إيش احتمال اللي هنا يمين اللي هو D طيب هذا وش معناه يقول ما احتمال انه يطلع لنا رجل أوكي من يعني رجل علما بأن الحيوان الأليف اللي ظهر لنا أو الشخص اللي ظهر لنا يفضل الكلاب يفضل الدقط أوكي ما احتمال ان هذا الشخص يكون من فهمت الفكرة يكون رجل طيب فالآن اش رح نسوي رح نحسب الاحتمال اول شي بروح على الجم على اليمين وبحسب احتمال البسط اللي هو M تقاطع D M تقاطع D عادي ما في شرط ولا شيء احتمال التقاطع العادي كنا دائما نجيبه من الجدول كفي الطريقة نروح ناخذ عدد عناصر الإيفنس اللي جوه اللي هو M تقاطع D على عدد العناصر للأوميغا اول كنا نستخدم الأوميغا قبل لا يصير في شرط وكذا خلاص فإلى عدد عناصر الأوميغا ونحسبها عدد عناصر الرجل ويفضل الدق هي 6 فنكتب 6 على كم على فضاء العينة اللي هي 22 طيب ممتاز الآن بأحسب احتمال D فقط احتمال أن يظهر لنا شخص يفضل الدق ناخذ من المارجنال لأن D بدون تقاطع نروح للحدود وين حد الخاص في الدق اللي هو الثمانية هذا هو تبع الدق فإذا ناخذ الثمانية نحطها في البص طيب على كم على فضاء العينة اللي هي 22 بس لتأكتب الرموز هنا عدد D على عدد عناصر فضاء العينة طيب بعدها ناخذهم ونحطهم نعوض عنهم في هذا القانون احتمال م تقاطع D طلع 6 على 22 واحتمال D أو خلوا نقول احتمال D هو 8 على 22 فأنا بس عوضت الآن 22 تروح مع 22 دائما بعدين إيش يطلع 6 على 8 أوكي طيب وبعدين ممكن نختصرها هذه كلها بتصير 0.75 بعد ما طبقنا على قوانين الـ Conditional Probability بكل أشكالها الآن ناخذ التعريف طيب تعالوا نقرأ التعريف سوا يقولي The Conditional Probability of the Event A when we know that event B has already occurred يعني شفتوا ناخذ احتمال حدث علما بأن في حدث already occurred يعني حدث ضهر زيتو أخذنا احتمال أن الأمرأة تكون إيش تفضل القطط يعني اللي ظهرت الأمرأة خلاص ظهرت واحد من الـ Event ظهر طيب ما احتمال أن يكون هذا الـ Event يحقق الـ Event الثاني فهمتوا فهذا هو معنى Conditional Probability وهذا هو قانونة لازم احتمال الـ B لا يساوي الصفر لأن في المقام إذا كان يساوي الصفر هذه مشكلة لا لأن الصفر المقام غير معرف في الرياضيات طيب فإذا زي ما قلت لكم احتمال أن الـ A يقع علما بأن الـ B ظهر يساوي احتمال تقاطعهم على احتمال الـ B اللي هنا يمين وممكن زي ما قلنا نستخدم قانون ثاني لهو عدد العناصر بعد شوية يذكرها لكم طيب مثلها لكم بـ Venn Diagram أشار يقول احتمال الـ A علما بأن الـ B وقع خلاص تقرأ بالشكل هذا The Conditional Probability If E Given B خلاص يعني احتمال الـ A علما بأن الـ B معطى أو أنه ظهر ومثلها لكم بـ Venn Diagram ظل للـ B كلها أنها وقعت لأنها في اليمين هذا هو الحدث اللي وقعت والاحتمال اللي أبي ما احتمال أنه A تقع علما بأن B وقعت فبيكون هو إيش التقاطع هذه كلها B طيب اللي لان الأزرق التقاطع هو بس هذا الجزء أوكي اللي بين A وB فهذا هو الاحتمال اللي أنا أبغى بالنسبة للB طيب تعالوا نشوف النوت المذكورة هنا يقول لنا أنه احتمال A علما بأن B وقعت ممكن نقول إذنها احتمال التقاطع A وB على احتمال الB طيب وقلنا أنه هذا ممكن نفسره باستخدام عدد العناصر فعوضنا عن احتمال A تقاطع B بالقانون حقها اللي هو عدد عناصر التقاطع على عدد عناصر الأوميقا وعوضنا عن احتمال B بعدد عناصر الB على عدد عناصر الأوميقا تروح الأوميقا مع الأوميقا الحمع بعض لأنهم نفس القيمة تطلع عدد عناصر التقاطع على عدد عناصر الB اللي هو ذكرت لكم قبل شوي وقال وقال إذا تبدلوا أماكنهم هنا صارت الB وهنا الA راح يتغير يصير هنا الاحتمال هو الA طبعا دائما هذا وهذا نفس بعض وهنا اللي فوق يكون تقاطع العنصرين اللي عندي طيب وطبعا احتمال الآي علما بأن الB وقعت مو دائما يساوي احتمال الآي علما بأن الآي وقعت مو يعني إبدالي عرفته لما نغير غير يطلع رقم جديد طيب يقول لي هنا for calculating P A علما بأن الآي وقعت we may use any one of the full ring يبين لنا أننا ممكن نستخدم أحد القونين التالي يوم نستخدم هذا القانون اللي يستخدم الاحتمال أو أننا نستخدم القانون اللي يستخدم عدد العناصر أو using restricted table directly أو أننا نستخدم الجدول زي ما أنا استخدمت قبله شوي الجدول هذا مباشرة ونطلع النتاج